من هو عمر الذي لا يعرفه الناس؟ أولاً بالنسبة لي إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه سأجري لأن الوقت لا يكفي سأستثمر الوقت قدر الاستطاع كان إسلامه فتحاً وكان عدله يبهر العقولة وكان عدله يبهر العقولة حدث عن علمه حدث عن تقواه حدث عن زهده وحينما أقول حدث عن علمه هذا ما سأبينه إن شاء الله فعمر كان عالما كان عالما عمر كان عالما وشهد له ابن مسعود والجميع على أنه كان من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمر الفاتح انظروا إلى الشخصية وهو عمر الفاتح الذي فتحت في عهده بلاد الشام بأسرها فتحت في عهده بلاد الشام بأسرها أيضاً بلاد العراق بلاد فارس أيضاً خرسان ومصر ركزوا معي جداً انظروا إلى اتساع رقعة الامبراطورية الإسلامية إلى اتساع رقعة الخلافة الإسلامية انظروا إلى بلاد الشام بأسرها وبلاد العراق وبلاد مصر وخرسان وبلاد فارس وأكثر من ذلك الذي سأبينه إن شاء الله جل وعلا وهو عمر الملهم وهو عمر الملهم وهذا ثابت بأمر كثرة جداً وهو عمر المحدث وهو عمر المجتهد نعم اجتاد في مسائل كثيرة خلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم ثم انصاعوا لاجتهاد عمر بعد ذلك أيضاً هو عمر الفقيه وسترون ذلك من خلال ما أذكر في ثنايا هذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا وهو صاحب الموافقات نعم صاحب الموافقات العمرية وهو مؤسس الدولة إلى دولة المؤسسات لم يكن للمسلمين دولة مؤسسات قبل عمر بن الخطاب هو مؤسس دولة المؤسسات أرجو أرجو التركيز جداً فيما لم يعرفه الناس أؤكد عليه كثيراً وأخذ تحته من الخطوط ما أخذ هو صاحب الدولة دولة المؤسسات عمر مؤسس دولة المؤسسات أول من أسس دولة مؤسسات وهو مخطط العمران الرجل الذي خطط العمران بل كان يضع الخطط للبنية التحتي وسأبين ذلك وهو مخطط العمران وهو صاحب الاهتمامات الحضارية والاجتماعية والاقتصادي وهو صاحب معالجة البنية التحتية إن كان البعض يتحدث الآن عن البنية التحتية رغم أن معظم الدول العربية والإسلامية ليس فيها بنية تحتية ليس فيها وإن كانت فهي مباثرة يعني مترهلة لا تسمى بنية تحتية بالنسبة للدول المتقدمة عمر بن الخطاب هو صاحب معالجة البنية التحتية في أقطار الخلافة الإسلامية لا أقول في المدينة أو في كده في أقطار الخلافة الإسلامية وسأبين ماذا فعل في البصرة ماذا فعل في الكوفة ماذا فعل في مصر إلى غيرها أيضا هو أول من كتب التاريخ أنا عايز تركزه على كلمة أول 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 دي خلو تحتها خطوط لأن دي لا دركز على جدا هو أول من كتب التاريخ حيث أرخه من الهجرة مرة ثانية يا جماعة هو أول من كتب التاريخ خلو تحتها خطوط ومش عايز زجري تاني هو أول وأنتم تفهموا يعني أول من كتب التاريخ مجرد كتب التاريخ لا ده كتبت التاريخ لتحمل المسلمين من أشياء كثرة جدا وتحمل عباد من شرور كثيرة سأبينها هو أول من كتب التاريخ وأرخه من الهجرة أيضا هو الذي جمع الناس على التراويح والذي جمع الناس على صلاة التراويح ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها أياما عدة ويلات تذكرتها قبل ذلك من خلال الحديث الصحيح ثم خاشي أن تفرض على الناس إلى آخره ولذلك لم يأتي بها أبو بكر في المسجد أي لم يجمع الناس عليها رضي الله عنه ورضاه لكن عمر جمع الناس على صلاة التراويح في المسجد أيضا هو أول من عسى بالمدينة أول من عسى بالمدينة وهذه سأضعه تحتها أيضا كلمة أول أول من عسى بالمدينة الرجل كان يتفقد أحوال الرعية الرجل كان ضميره حيا وكان يعلم أنه سيحاسب على تلك الرعية انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته لم يعيش كبعض الناس في برج عالي ولم يمشي على سجادات لها تكلفات أبدا على الإطلاق ولم يكن بقصور تبهر العقول أبدا على الإطلاق بل كان خادما للمسلمين وما فعل ذلك إلا لنيل الدرجة العظمى عند رب العالمين بعد الأنبياء لا أقصر طبعا الدرجة العظمى المقصر بها كذا لا أي درجة العظمى عند الله جل وعلا أيضا هو من فتح الفتوح ومصر الأمصار وأيضا هو الذي جند الأجناد وأنا أبين لكم دي برضو عشان تكونوا خلي بالك دي كلها أول 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 من عسى بالمدين فتح الفتوح مصر الأمصار الأمصار جند الأجناد وضع الخراج وفي هذا اجتهاد وفقه اجتهاد وفقه عظيم الرجل كان فقيها الرجل كان مجتهدا يملك أدوات الاجتهاد أيضا هو الذي دون الدواوين ركزوا معايا جدا وضع قبلها أول أيضا دون الدواوين وعرض الأعطية واستقضى القضاء واستقضى القضاء